انضم إلينا الآن أو تنضم إلينا من بيروت مفدت الحدث ريمي درباس ومن البقاع انضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر أهلا وسهلا بكم استسمحك ريمي ولكن أبدأ مع محمود لأنه منذ قليل كانت هناك غارة وصفت بالعنيفة على البقاع ماذا لديك محمود وتحديدا هذه الغارة كانت باتجاه بيت شام غرب باع المنبك والجدير في هذه الغارات الأربعة التي حصلت اليوم إلا أنها جاءت بعد انذارات من قبل الجانب الإسرائيلي بمعنى إلى أن جانب إسرائيلي لم يكن في الفترات الماضية يقوم بالانذارات باتجاه البلدات والقرى وتحديدا باتجاه المباني ولكن الذي ظهر اليوم جليا إلى أن هناك انذارات بدأت مع ساعات الصباح وتحديدا إلى بلدة تمنين في قضاء بعلبك ثم بعد ذلك أغار الطيران على مبنى داخل هذه البلدة ثم بعد ذلك كان هناك انذار باتجاه بلدة أخرى هي سرعين وأغار عليها بعد ذلك الطيران ثم كان الانذار الثالث باتجاه طريق السفري ولكن هذه المرة لم يكن هناك وقت ما بين الانذار وما بين الغارة التي كانت بعد خمس دقائق مباشرة منذ ذلك الوقت أي عند الظاهرة بثلاثة غارات في بقعة جغرافية متقاربة ما بين التمنين والسفري وأيضا السرعين انتقلت الغارات إلى عمق البقاع الشمالي وتحديدا عند غروب هذا اليوم في بلدة العين وبلدة حربتها لتعود بعد ذلك الانذارات كما ذكرت معك مساء وتحديدا إلى بيت شامة وهذا ما حصل بالفعل حيث كانت هذه الغارة عنيفة وسمع أصداء هذه الغارة في وكافة البدار محمود سريعا قبل أن أنتقل إلى ريمي هناك أنباء دائما تأتي من الجنوب بأن إسرائيل تدمر قرى بأكملها في سعيها لكسر ما يعرف بخطوط دفاع حزب الله وكل مرة هناك مدن جديدة يتم تدميرها هل يمكن الوقوف عند أهم هذه المدن بعجالة قبل أن ننتقل إلى ريمي الأهم في ذلك إلى أن هناك خطة ممنهجة إسرائيلية هي تطبق على الأرض بعملية التدمير لكل القرى الأمامية من رأس النقورة إلى اللبون في علم الشعب مرورا بمروحين وأيضا بالأوزح رامية الضهيرة عيتا الشعب التي أخذت الجل الأكبر لليوم من المعارك إلى مرور الرأس يارون ميس بليدا أو حيبيب ثم بعد ذلك صعودا إلى كفر كلا ألي عديسي ومرورا بالخيام وصولا إلى كفر شوبا وأيضا بلدات شبعة هذه البلدات هي يمكن القول إلى أن البنية الخرسانية على مستوى الأبنية تقريبا أصبحت على الأرض طيب أنتقل إلى ريمي ريمي نرحب بك مجددا هل من جديد تم رصده ميدانيا على الضاحية في الحقيقة ماريا لابد أن نشير إلى أنه خبر مقتل يحيى السنوار الذي حصل هذا اليوم أخذ كل الأنظار حتى أنظار اللبنانيين اتجهت إلى هذا الخبر لمتابعة هذه التطورات ويعتبروا أنه ربما اليوم ليس إذا جاز التعبير دور الضاحية الجنوبية لبيروت مع العلم أنه بالأمس صباحا كانت آخر الغارات التي حصلت على الضاحية الجنوبية لبيروت تحدثنا عن ثلاث غارات صباحية ومن بعدها غابت أيضا هذه الغارات حتى هذا اليوم طيلت هذا النهار لا يمكننا إلا أن نتحدث عن هدوء حذر حتى طائرات الاستطلاع وإن كانت تحلق طيلة هذا النهار في أجواء العاصمة بيروت وأيضا فوق أجواء الضاحية الجنوبية إلا أنها اختفت قبل قليل ولم نعد نسمع صوتها في العاصمة بيروت وحتى في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم كان إذا جزأ التعبير هو يوم الإنذارات ولكن الإنذارات الوهمية لأكثر من مبنى كما تعلمين مباني في وسط بيروت ليتبين لاحقا أن هذه الإنذارات وهمية وليست حقيقية هذا فيما خص الميدان حتى هذه اللحظة الهدوء الحذر وحده هو الذي يسيطر ولكن لا نعلم ما إذا كنا سنكون ربما أمام تطورات جديدة في الساعات المقبلة هنا سأشير إلى الاتصالات والمساعي الدبلوماسية بحسب المعلومات والمعطيات فإن كل المساعي والجهود الدبلوماسية التي حصلت في الأسبوع والأيام الماضية لم تصل إلى أي نتيجة حتى اللحظة ويقول المعنيون والمتابعون لها ربما أننا عدنا إلى نقطة الصفر بسبب عدم تجاوب أي طرف مع هذه المساعي من أجل المصول إلى وقف إطلاق نار وبالتالي سنكون أمام حالة مراوحة إذا جاز التعبير فيما يتعلق بالوضع في الضاحية والجنوب والبقاء شكرا جزيلا لك من بيروت كنت معنا موفدة ألحدة ريمي درباس الشكر موصول أيضا لمراسلنا محمود شكر من البقاعة معنا من بيروت مشاهدين نائب رئيس الأركان للتخطيط سابقا العميد الركن المتقاعد زيادة الهاشم سيادة العميد أهلا وسهلا بك معنا في التاسعة عشرة لا يمكن فك الارتباط بما جرى اليوم من اغتيال للسنوار وبما يجري في لبنان تتذكر معي نتنياهو وإسرائيل ربطت كل ما يجري في لبنان بالتأثير على السنوار وبتقديم تنازلات من جانب حماس وبالتالي كيف يمكن أن نستشرف الوضع في الجبهتين إن صحة تعبير بداية شكرا للاستضافة ثانيا شكرا تأخر علينا القطار كما يقال بالنسبة لفصل المسارين الحرب في غازة توقفت بمعنى الحرب الفعلية بقيت بعد العمليات القطالية أما الحرب في لونان فهي بدأت الآن في بداية شهر أيلول الحرب الفعلية تأخرنا بفصل المسارين أما بالنسبة إلى اغتيال السنوار كيف يؤثر على الحالة في لبنان أولا علينا نحن معنيون بمعرفة ظروف وملبسات اغتياله أولا لأنها توحي بدلالات كثيرة ثانيا علينا أن نعرف من سيخلفه هل هو أحد المساعدين البراجماتيين الذي يرفض حتى مجرد القبول بمفاوضات وليس بالحلول يقبل بالحلول أم هو راديكالي يرفض حتى القبول بإجراء مفاوضات فيدبع ذلك الخسارة الكبيرة التي مريدها حماس بفقدان قائدها بعد حرمانها من الأهداف السراتيجية التي كانت تقولها وتعدها الشعب الفلسطيني في غزة فأصبحت الخسائر متراكمة بشكل كبير على حركة حماس وما يخشى منه في حالة تأخر في تعيين بديل له أن يبدأ النزاع الداخلي على السلطة والنفوذ داخل حركة حماس في ظروف الضغط التي تعانيها نعم سيادة العميد البعض يقول بأنه مما يؤدي إلى المساهمة بإنهائها ويبقى الشعب الفلسطيني يدفع الأسمان العالية مقابل ذلك طيب سيادة العميد البعض يقول بأنه مقتل السنوار والذي كان هدفا أساسيا ورئيسيا لإسرائيل سيخفف اللعب نوعا ما عن حزب الله ما رأيك؟ كما قلت مركز السقل الحربي انتقل من جنوب إسرائيل إلى شمالها أصبح لبنان هو جبهة رئيسية نحن نسميه الجهد الرئيسي في الأعمال القتالية الإسرائيلية مركزة الآن على لبنان أما بالنسبة إلى غزة فلم نعود نسميها حرب نحن كعسكريين إنها عمليات قتالية متفرقة الحرب تستلزم كتلتين حيتين تتصارعان وتتقاتل حركة حماس لم تعود ككتلة حية توازي ما بدأت به عندما بدأت الحرب في أكتوبر العام الماضي فلا يمكن أن نسميها حرب من الآن وصاعدا الحرب فعلا هي الآن في لبنان بعد بدء المناورة الضرية وبدء محاولات الإسرائيلية للدخول إلى أراضي اللبنانية جنوبا طيب سيادة العميد كيف سيتعامل برأيك ميدانيا حزب الله مع مقتل الصنوار يعني هذه الحرب أصلا انطلقت في الثامن من أكتوبر من جانب لبنان دفاعا عن غزة ودفاعا عن ما يجري في غزة وبالتالي هل نتوقع ردفع الماء من جانب حزب الله هناك تحول في استراتيجية لدى حزب الله بعد أن كانت إسناد لحرقة حماس في 8 أكتوبر 2023 اليوم أحد أهداف المحددة في الاستراتيجية الجديدة للحزب هي فرض وقف إطلاق النار لم تعود معنية كثيرة بما يجري في غزة كما قلت لك نظر الانتقال لمركز السقل شمالا هي معنية الآن بفرض وقف إطلاق النار كيف ذلك؟ إذا لاحظت ازدياد منصوب إطلاق الصواريخ والقصف من لبنان باتجاه إسرائيل كان الهدف منه إجبار إسرائيل على قيام بمناورة برية كبرى في لبنان ومجابهات جبهية بين الجيش الإسرائيلي وهنا أتكلم عن محاولة حزب الله جر الوحدات الإسرائيلية إلى مواجهة شاملة على محاور السلاسة في القطاع الشرقي والأوسط والغربي وهذا ما لم يحدث وبالتالي ولكن كيف يفسر إذن رفع العلم الإسرائيلي في مناطق عدة في جنوب لبنان من بينها عيت الشعب وقبلها مارون الراز نعم هناك تحول في التكتيكات التي تختخدمها الوحدات الإسرائيلية بدأت بمحاولات استطلاع عن بعد بالنار ثم تطورت إلى الاستطلاع بالقوة عن قرب للمراكز وانتهت بشكل إغارات على المراكز بهدف استطلاع ما بداخلها أو أثر أحد المقاتلين أو تدبير نفق إلى آخره لكن ملاحظ أن حجم الوحدات المشاركة في هذه الإغارات أو هذه عمليات الاستطلاع ليس بكبير إلا إذا حصل حادث معين يقال له في إسرائيل حادث أمني سيء أو كبير فتتدخل وحدات إضافية لمحاولة إنقاذ الجرحة أو سحب القتلى من ساحة المعركة أما الفرق المدرع وفرق المشات فلا نشاهد أي منها تتقدم بأرتال باتجاه المحاور الثلاثة كما حدث العام 2006 طيب سيادة العميد كان هناك ما وصف بالهدوء الحذر بالنقص في عمليات الاستهدافات الإسرائيلية على الأقل في الضحية الجنوبية للبنان وهو ما أوعزه مقاتي لجهود حثيثة قال بأنه يقوم بها لوقف إطلاق النار وبالتالي بعد ما جرى اليوم في غزة وبعد استهداف الصنوار هل فعلا يتجه لبنان إلى صفقة أو لوقف لإطلاق النار وبالتالي تفاهمات ربما سياسية مع جانب الحزب أم أنه لا إسرائيل ستعتبرها انتصار مضاعف وستقدم على خطوات لم تكن في الحسبان المشكلة هنا أن لبنان بسلطته الرسمية أي الحكومة مدعومة من رئيس مجلس نواب نبيه بري وفقت على تطبيق قرار مجلس الآمن 1701 ووافقت على وقف إطلاق النار ووافقت على تعزيز انتشار الجيش في الجنوب مع القوات الدولية المشكلة أن إسرائيل الآن لم تقبل وإذا عدنا إلى تصريح رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد مقتل الصنوار قال أن الحرب لن تتوقف حتى بعد مقتل الصنوار وهذا يعطيك نموذج عن الذي يفكر فيه رئيس وزراء إسرائيل بالنسبة لبنان يبدو أن الأهداف المخفية في استراتيجيته لم يحققها حتى الساعة شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت نائب رئيس الأركان لتخطيط سابقا العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك